عبادة الاستغفار عبادة عظيمة لأنها تتضمن أن يقر الإنسان أنه أخطأ وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وأن الله تبارك وتعالى قد فتح له باب الرحمة وباب التوبة وباب الاستغفار فمسألة الاستغفار هو تفاعل عندما أقول استغفار فأنا أطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وعندما أقول الغفار فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر هذا الذنب وهذه عبادة عظيمة وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا لأن الإنسان عندما إذا أغلق أمامه باب التوبة والعودة إلى الله فيصيبه اليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله واسعة فالعبد يخطئ هذا وارد وعنده أيضا إذا أخطأ فباب التوبة والاستغفار والعودة مفتوح إن شاء الله والله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نستغفر فإذا أمرنا أن نستغفر فمن المؤكد أنه يعني الباب مفتوح